تهب رياح التيار الصدري مجدداً وبعد هدوء تمثل بانسحاب من العملية السياسية وتمسك على ذلك الموقف الذي كرسه زعيم التيار مقتدى الصدر منذ عام الانسداد إذا صحى التعبير والذي جاء على وقع خلافات سابقة بين التيار والإطار حول الأكثرية الكتلية في البرلمان تهب رياح التيار الصدري مجدداً مع بادرة ترجح عودة قريبة لمشاركة سياسية بحديث كشفه رئيس تلاف دولة القانون نور المالكي حول ورود معلومات عن توجهات وعمل للتيار الصدري للمشاركة في الانتخابات سواء كانت المبكرة أو غيرها ولا طالما اتفقت جميع القوى السياسية على ضرورة المشاركة السياسية لتيار يمثل ثقلاً في خارطة تشكيل وجه العراق السياسي فإن رياح التفاؤل بالمشاركة الصدرية لا تزال تشغل الطاولة السياسية في البلاد تحديداً الرسالة المتفق عليها والداعية إلى ضرورة الحوار دوماً بين مختلف القوى والكتل والأحزاب للخروج بمعادلة تحقق تمثيل المكونات كافة رياح العودة أو كما يرى ناشطون أنها رياح المشاركة في الاستمرار ببناء عملية ديمقراطية مطورة في العراق الحديث تتزامن مع تصريحات تضمنها خطاب مقتد الصدر الجديد والذي ركز على جزئية تبرئه من أعداء الحق وأعداء العراق من فاسدين وإرهابيين وهنا تحديداً تؤكد تلك الرسالة الصدرية رؤية التيار وزعيمه في العمل على أن يكون الموقف وطنياً من جهة والدعوة إلى محاربة الفساد ورموزه من جهة أخرى ورغم كل هذا ومع عدم وجود ما يؤكد رغبة التيار الصدري بالعودة أو المشاركة السياسية إلا أن العراق وطيلة ما مضى من غياب التيار يرى فيه السياسيون أهمية التواجد لجميع القوى على مسافة قريبة ترسم خارطة طريق أكثر إنتاجاً لمستقبل العراق والعراقيين فيما يتعلق ببناء العملية السياسية والاقتصادية والأمنية بطبيعة الحال ترجمة نانسي قنقر